التبرك طلب البركة يعني البركة من اين تعتي البركة من الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان نطرب البركة من الاولياء من الصالحين من القبور من الجن عندنا تبرك مشروع وتبرك ممنوع التبرك المشروع اما ان يكون بامر شرعي او بامر محسوس امر شرعي هذا الشيخ يقول انا اقرأ القرآن وادرس القرآن اقرأ القرآن لان قراءة الحرف الواحد بعشر حسنات الى سبعمائة ضعف واتدبر في القرآن انظر الى معاني القرآن واعمل بالقرآن واتداو بالقرآن لان القرآن رقيا هذا امر شرعي تبرك وهذا قال انا احافظ على صلاة الجماعة لان صلاة الجماعة بركة سبع وعشرين درجة وهذا يقول انا اريد اعتمر في رمضان لان العمر في رمضان مباركة اجر عظيم طيب التبرك المحسوس يقول هذا الائمة الاربعة رحمهم الله ورضي عنهم بارك الله في علمهم نعم لكن اذا لم يثبت في هذا التبرك امر شرعي ولا حس ينتقل من مشروع الى ممنوع برك شرك بعض الناس يتمسح بالاشخاص يتمسح بالاحجام يتمسح بالقبور لماذا قال فيها بركة هذا الشرك اي بركة في اصحاب القبور اي بركة في الاحجار والاشجار البعض يعلق الملابس او يربط الخيوط على الاحجار على الحجار اي بركة في هذا الشرك هذه لا تجلب عليك الا الشر اذا لا نطلب البركة الا من 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 الله سبحانه وتعالى لا تطلب من المشايخ ولا من اولياء ولا من غير يعني هذا يشتري سيارة ويدعو الله ان الله سبحانه وتعالى اجعل له في هذه السيارة وفي زوجتي وفي اهلي وفي اولادي وفي اموال البركة لا تجلب من السيارة ترجمة نانسي قنقر